التقاط صورة سيلفي مع النجم العالمي سيلفستر ستالون قد يكون حلم لدى الملايين لكن هل ستتمكن أو ستتخلى عن هذا الحلم إن كنت ستدفع نظيرها نحو 850 جنيه استرليني أي ما يعادل تقريبا ألف دولار وهو المبلغ الذي حدده سيلفستر لمحبيه لملتقطي السيلفي معه أثناء جولته الترويجية لفيلمه رامبو 5 في بريطانيا ما أثار موجة غضب من معجبيه باعتبار أن الأسعار مبالغ بها لتوضح لاحقا صحيفة ديليميل البريطانية أن هذه الخاصية جزء من حملة الترويج والتي تطوم أيضا مقابلة على المسرح مع سيلفستر ووجبة من ثلاثة أطباق للمشاركين ومزاد لبيع التذكارات التي يحبها ويفضلها الفنان سيلفستر طبعا بالطبع وفق مبالغ إضافية لكل خاصية إن كنت تتساءل عن مكان حولك لالتقاط صورة مميزة فأحدى هذه التطبيقات هو منقذك التطبيق الذي نتحدث عنه أطلقته المدونة الأمريكية ريبيكا يقترح على مستخدميه أفضل الأماكن في محيطه لالتقاط الصور الإنستجرامية طبعا المميزة وذلك في شوارع إلى جداريات أيضا في كافيهات وغيرها يخبر التطبيق بأفضل مكان لأفضل صورة ويعطي نصائح لصورة أفضل وحتى الآن يعمل التطبيق في مدن أمريكية فقط أبرز ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك وتأمل محدثة هذا التطبيق بأن تضيف مدينة جديدة كل أسبوع على أن يغطي التطبيق العالم كله بحلول العام المقبل نجح شقيقان في عبور ميدان تايم سكوير في نيويورك على سلك ملتصق بين ناطحتي سحاب ترتفعان 25 طابق العرض نقلته محطات التلفزة وتابعه من على الأرض آلاف المتفرجين نتابع ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر